اشتركوا في القناة اول انشودة هي انشودة فيها الابوة والطفولة الاب مع الابن حوار او حديث وفيها اداب الحديث سنقرأ الانشودة بنوع من النغم او اللحن ونشرح بعض المفردات طيب نشيد الابوة والطفولة الاب حبيبي بهجة الدنيا ونور القلب والعين كأني حين تلقاني ملكت السعد في الكون الابن ابي يا اجمل الكلمات واعذبها على قلبي بحضنك جنة الدنيا بقلبك منبع الحب ابي علمتني احيا محب الله والناس فابشر يا ابي خير فحب الخير نبراسي هذه الانشودة لعبد الحميد الضحى طيب النبراسي رم شرحينها قدوتي ومثالي الشيء الذي اقتدي به وافعل مثل افعاله هو النبراس نقول نبراس مثلا ملكت السعد السعد هو الحظ نقول شخص صاحب سعد جيد اي صاحب حظ جيد نقرأ الانشودة الثانية اداب الحديث ادبني الاسلام الاعظم من هدي رسول اتعلم لا ارفع صوتا في المجلس لا المز احدا او اهمس لست اقاطع من يتكلم احسن حين اقول كلاما لا مغتابا ولا نماما واذا ما خاطبني جاهل واطال لسانا بالباطل اصبر ثم اقول سلاما الانشودة الثانية محمد حسين المز من اللمز الهمز واللمز معرف اغمز الاخرين واذكر عيوبهم النمام هو نقل الكلام والاشاعات بين الناس ادبني اي علمني وجعلني مؤدبا طيب نعيد قراءة المحفوظة مرة ثانية نشيد الابوة والطفولة الاب حبيبي بهجة الدنيا ونور القلب والعين كأني حين تلقاني ملكت السعد في الكون الابن ابي يا اجمل الكلمات واعذبها على قلبي بحضنك جنة الدنيا بقلبك منبع الحب ابي علمتني احيا محب الله والناس فابشر يا ابي خيرا فحب الخير نبراسي ادب الحديث ادبني الاسلام الاعظم من هدي رسولي اتعلم لا ارفع صوتا في المجلس لا المز احدا او اهمس لست اقاطع من يتكلم احسن حين اقول كلاما لا مغتابا ولا نماما واذا ما خاطبني جاهل واطال لسانا بالباطل اصبر ثم اقول سلاما بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا باعجاب للفيديو كذلك الاشتراك في القناة اسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله اشهد انتفbard سبحانه اشهد ان احسن ان اشهد ان تفاوت اشهد ان اقعه اشتركوا في القناة